اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم دلائل النبوة في الطب تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن بعض الشبهات التي تثار حول الطب النبوي وسوف أتحدث مع حضراتكم إن شاء الله في مميزات الطب النبوي أول ميزة في الطب النبوي أنه كما ذكرنا عنوان البنامج هي دلائل النبوة في الطب النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أمور في الطب لم يتكلمها من قبيل نفسه أو من قبيل كما يقول البعض أنه رجل حكيم يتكلم بالحكم في قومه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطب بوحي أو حائل الله سبحانه وتعالى وكما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم أمور دقيقة في الطب من قبل نفسه ومن قبل أنه كما يقول البعض أنه حكيم عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل ده الحديث المتفق عليه واللفظة البخاري أليس هذا كلام في الطب؟ طبعا كلام في الطب وندل ذلك كما ذكرنا أنفا أن ندل ذلك يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطب بوحي أو حائل الله سبحانه وتعالى فأول ميزة في الطب النبوي أنه يعني أول ميزة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطب بوحي أو حائل الله سبحانه وتعالى وأن الطب نبي تبحث عنه تجده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تبحث عنه تجده كما قال مثال على سبيل المثال ليس على سبيل الحص عند نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الحديث متفق عليه اللفظ البخاري عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يصطعت به من العذرة ويلد به من ذات الجمع الحديث متفق عليه اللفظ البخاري عليكم بهذا العود الهندي العود الهندي هو القصط الهندي يلد به يصطاعت ويصطاعت به من العزرة يصطاع الصعود وأخذ الدواء عن طريق الأنف من العزرة هي التهاب الحلق أو اللوازة في جامعة الملك عبد العزيز في عام 2015 أجروا بحث على حالات كان عندها التهاب في الحلق والتهاب في اللوازتين وعطوهم القصة الهندية عن طريق الأنف تقطير 15 قطرة في هذا الأنف و15 قطرة في الأنف الأخرى في الجهة الأخرى يعني فوجدوا أن التهاب الحلق والتهاب اللوازتين اختفى بعد يعني اختفى خلال 24 ساعة واختفى تماما أو تحسن 70% من الحالات خلال 24 ساعة وخلال ثلاث أيام كان تحسنوا الحالات اللي كان عندهم التهاب في الحلق والتهاب في اللوازتين فكما ذكرنا أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أمور دقيقة في الطب تبحث عنها تجدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لأن الموضوع طويل أول ميزة في الطب النبوي ثاني ميزة أنه طب وقائي وطب علاجي في نفس الوقت يعني طب وقائي الإنسان ممكن يأخذ العسل للوقاية ما يشتكم المرض يأخذ العسل للوقاية العسل الغذاء قبل أن يكون دواء ويأخذ الحبة السوداء يعني يأخذها كوقاية قبل أن يأخذها أن يكون عنده مرض ممكن الإنسان يأخذ السنة والسنوت اللي هو السنة المكة والحجازة والمصري ويأخذ الشبر يأخذهما للوقاية وليس للمرض فالطب النبوي طب وقائي وطب علاجي لو هنقارن بينه بين الطب التقليدي الطب التقليدي طبعا معروفة يدرس في كليات الصيدلة لأن أي دواء غير فعال أي دواء فعال له أثر جانبية وأي دواء ليس له أثر جانبية غير فعال هذا يدرس في كليات الصيدلة وهذا ليس يعني نحن نحارب الطب التقليد ولا نمنع الطب التقليد ولا نقول أن نوقف المستشفيات ونوقف الصيدليات ونتعالج بالطب النبوي هذا ليس دعوة إلى ذلك ولكن نقول أن الطب النبوي هو طب وقائي وطب علاجي في نفس الوقت والطب التقليدي عالج أمراض يعني عالج أمراض وله فضل في علاج أمراض كثيرة يعني لا ننكر ذلك وهذه دعوة إلى أن يجتمع الطب النبوي مع الطب التقليدي مع العشاب وفي نهاية ما يهمنا هو مصلحة المريض ثالث ميزة في الطب النبوي ليس له أسر جنبية إذا أخذت العسر بجرعات المقننة ليس له أسر جنبية إذا أخذت الحب السوداء بالجرعات المقننة ليس لها أسر جنبية مقارنة طبعا كما ذكرنا بالطب التقليدي الفائدة الرابعة له فوائد كثيرة ومتعدية يعني الطب النبوي يعالج أكثر من مرض في وقت واحد الأبحاث المنشورة عن الحب السوداء تعالج أمراض كثيرة العسل يعالج أكثر من مرض في وقت واحد فضلا عن الطب التقليدي قد يعالج المرض وقد لا يعالجه أصلا وغير ذلك أثار الجنبية الطب النبوي طب في متناول مريض وغير مكلف يعني مقارنة بأسعار الأدوية والعمليات الطب النبوي رقيص الميزة السادسة أن الطب إيمان وطب علاج إنسان عندما يفعل الطب النبوي إن شاء الله نرجو الله أن يؤجر على ذلك الميزة الأخيرة هي علاج المرض وأسباب وأي مرض له سبب وله عرض سبب سبب المرض وعرضه لأعراض الطب النبوي بفضل الله يعالج السبب ويعالج المرض ويجزاكم الله خيرا نحس استماعكم وإن شاء الله نتحدث مع حضراتكم في الحلقة القادمة عن خلط بعد من يتكلم في الطب النبوي ويجزاكم الله خيرا نحس استماعكم وصلى الله على نبينا محمد والآله والصحبه وسلم